السلام عليكم ورحمة وبركاته طلابي العزاء طلاب الصف الخامس على ابتدائي أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد من دروس مادة التوحيد نقدمه لكم عبر قنوات المنهل التعليمية فأهلا ومرحبا بكم أيها العزاء يسعدني أن أكون معكم في هذه الحلقة الأستاذ أحمد إبراهيم المعلم بمدارس المنهل الأهلية قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السؤال الأول ماذا تستفيد من هذه الآية الكريمة؟ سؤال آخر هل شمل ديننا كل العبادات والمعاملات؟ هل ينقصه شيء؟ شكرا لكم جميعا أحسنتم أيها العزاء شكرا لكم إذن فديننا شمل كل أحوال المسلم إذن فموضوع درسنا اليوم هو كمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وشمولها إذن الإجابة كما تفضلتم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا بعد أن أتم الله عز وجل به الإسلام كما قرأنا في الآية السابقة فديننا كامل لا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء أو أن يضيف أحد إليه شيء كذلك الدليل على ذلك قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أعزائي الطلاب هذه الإجابة هي هدفنا الأول وهو أن تستنبط كمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكمال يعني أن ديننا كامل لا يحتاج إلى أن يضيف أحد إليه شيئا فلا يعتريه نقص ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه شيء آخر أحسنتم أيها الأفطال دعونا نبدأ أولا لكن بعد أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعونا نتعرف أهداف هذا الدرس وهي بداية أن تستنبط كمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنولنا هذا الهدف منذ قليل أما عن الهدف الثاني فهو أن تستنبط شمولية شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن دعونا بداية نفكر في معاني الصور الآتية وما علاقتها بالنبي صلى الله عليه وسلم شكرا لكم السؤال الأخير أحسنتم أيها العزاء إذن ماذا عن الصورة الأولى؟ رجل نصلي ممتاز فموضوع هذه الصورة عن الصلاة أحسنتم والصورة الثانية الدعاء عند الإفطار بأي عبارة تتعلق هذه الصورة؟ ممتاز بالصيام والصورة الثالثة بالحج أحسنت أما عن الصورة الرابعة رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى بأي شيء يتعلق هذا الأمر؟ بالبيع والشراء أحسنت والصورة الأخيرة تتعلق بأدابي الدخول إلى الخلق أعزكم الله لكن السؤال هل ترك ديننا شيئا لم يخبرنا عنه؟ أحسنتم أيها العزاء أحسنتم جميعا فديننا لم يترك شيئا إلا وأخبرنا عن الخير الذي فيه ولم يترك شيئا فيه شر إلا وحذرنا منه بل علمنا الصلاة وهو ما تعبر هنعو الصورة الأولى وكذلك الصيام وهو ما تعبره عنه الصورة الثالية والحج وهو ما تعبره عنه الصورة الثالثة وهذا فيما يتعلق بالعبادة بعلاقة المسلم بربه أما الصورة الرابعة والخامسة فقد علمنا من خلالهما النبي صلى الله عليه وسلم أهداب البيع والشراء وليس فقط ذلك بل علمنا آداب الجهاد والقضاء علمنا آداب كل شيء فليم يترك ديننا شيئا إلا وذلنا على ما فيه من خير أحسنتم أيها العزاء إذن هدفنا هذا هو أن تستمت شمولية شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فشمولية شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أنها شملت كل أحوال المسلم سواء في عبادته أم تعامله فكما أن هناك أحكام من الصلاة والصيام فهناك أحكام كذلك للبيع والشراء والجهاد والقضاء وأحكام للمسافر والمقيم كما درسنا في درس الفقه وكذلك آداب للنوم واللقضاء وعند الأكل والشرب كما درسنا في الحديث في الصف الرابع بل حتى لم يترك دخول الخلاء فما تارك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرنا منه هذا الخير هو توحيد الله جل وعلا وطاعته وجميع ما يحبه الله جل وعلا ويرضى أما عن الشر الذي حذر رمة منه هو الشرك بالله جل وعلا وعصيانه وجميع ما يكرهه الله ويعبى أحسنتم أيها العزاء إذن شمولية الشريعة معناها أنها شملت كل أحوال المسلم من عبادة ومعاملة بل إن نبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الماضي وما أحدث مع الأمم السابقة بل كذلك أخبرنا عن الحاضر فأمرنا بالصلاة والصيام وكذلك إلى غيرهما وعن المستقبل وما سيحدث فيه من أحداث وفتن وغير ذلك أحسنتم أيها العزاء هذا هو هدفنا الثاني شمولية شريعة النبي صلى الله عليه وسلم دعونا نتناول هذا النشاط في ثلاثين ثانية والنشاط هو من خلال مراجعتك للدرس الرابع بين متى نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السؤال الثاني في أي موضع نزلت هذه الآية الكريمة على النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأ الوقت الآن ترجمة نانسي قنقر شكرا للعباقرة إذن أيها العزاء الإجابة هي تفضل أحسنت بارك الله فيك إذن نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم في حجة الوداع أحسنت لكن في أي موضع نزلت هذه الآية تفضل ممتاز إذن نزلت هذه الآية وهو في عرفة صلى الله عليه وسلم هذا هو النشاط الأول ولكن انتهى درسنا سريعا وبكل أسف الوقت يمضي سريعا مع الأحباب دعونا ألخص ما درسنا في هذا الدرس الهدف الأول استطعنا من خلاله أن نستنبط كمال رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا استطعنا أن نستنبط شمولية شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ننطلق سريعا إلى التقويم والسؤال الأول ما معنى قولنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة أجب يا دكتور ممتاز أي ليس بها نقص ولا تحتاج إلى إضافة أو تعديل ممتاز السؤال الثاني ما معنى قولنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم شاملة ممتاز أي أنها تشمل كل أحوال المسلم من عبادة ومعاملة ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما شيئا إلا ودلنا على ما فيه من خير وحذرنا ما فيه من شر ممتاز أحسنتم والسؤال الثالث ما من خير إلا ودعانا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ولا شر إلا حذرنا منه فما الواجب إذن علينا للرسول صلى الله عليه وسلم تفضل الذي تراه أمامك أستودعكم الله ودمت في أمان الله نلقاكم على خير وفي درس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته